ورحب بنائب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد المعمر مساء الخير أهلا وسهلا أستاذ أهلا وسهلا أستاذ خير أولا الشباب يعاني من غيابات كثيرة أمام قبل مباراة الفتح كم عدد العناصر الغايبة بكرة عن المباراة؟ والله ذو العمر طبعا هي المباراة إن شاء الله يوم غد مع نادي الفتح فيه أكيد طبعا غيابات الكابتن فرلاندو بالإيقاف التفريس بالإصابة والمرحلة العلاجية اللي مر فيها لسه ما بعد جهز نحن إن شاء الله أيضا تقريبا احتمالية يعني جبروف ما في ذلك الأمل ممكن يشارك لكن إن شاء الله بيذل الله أهلا بخير والبركة في الموجودين جبروف لن يشارك غدا ولا لازالت الإمكانية متاحة؟ والله يعني لسه ما بعد يعني استحددت بشكل نهايي حسن خالد عزيز لم يغادر أيضا مع بعثة الفريق لا خالد عزيز طبعا يعني أخبركم أنه يعني وجهة نظر المدرب بعدما يعني الجاهزيته في الوقت الحاضر ليكون ضمن الثمنطعش لاعب اللي غادروا الممبرات يعني فضل أنه يبقى للإعداد الاستمارين يعني في النادي كعقاب؟ سيم عقاب يعني؟ لا لا يعني أنه ينفضوا في تمانينة مع المجموعة المتواجدة في النادي من اللاعبين يعني الفريق اللي غادروا ثمنطعش لاعب لحضروا للمباراة الفتح في الأحساء أيضا فيه يعني مجموعة أخرى من اللاعبين يعني لهم برنامج تدريب لا أقصد أن المدرب لم يقتنع به أو لم يرى أمكانية ضمن للفريق الأساسي أو للثمنطعش لاعب قد يكون لك أنه غير جاهز في الوقت الحاضر ومشاركة هو منتظم في التدريبات كان في الفترة الماضية أستاذ خالد؟ بدون شك صحيح كان منتظم؟ نعم طيب حسن معاذة وعبدالله الشهيل دار حديث عن أن أحدهما لن يكون متواجد لأنه تقدم بطلب أشهيل عبدالله الشهيل طلب لظرف خاص شرحه للمدرب المدرب لم يبدي عما إذا كان قبل هذا الاعتذار أم لا أشهيل غادر رفض المغادرة مع الفريق لا أبداً لم يرفض المغادرة أشهيل طبعاً عنده ضرف صحي والموضوع فيه نوع من التفهم وإن شاء الله أنه لا عنده أي مشكل ونتمنى إن شاء الله أن يزول هذا الضرف يعني هو أيضاً غايد عبدالله الشهيل لا إن شاء الله أنه يكون متواجد وقريب من المشاركة لكن هو الضرف الصحي اللي حضر له اليوم عشان حصل معه اليوم عشان التمرير الصباحي طيب غادر مع الفريق يعني عنده مراجعة مع العائلة أي بس هذا الموضوع مع الفريق مع الثمانتعشر لاعب أي شاء الله بيكون مع الثمانتعاش إن شاء الله طيب شكراً لك أستاذ خالد المعمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب متحدثاً عن الغيابات التي يعاني منها الفريق الشبابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي شكراً لك